إذا خدمنا حزدونا إذا مرضنا حزدونا وفي الآخر حبوتان يقتلونا لا إله إلا الله محمد رسوله ريم غزالي ريم غزالي اشتهرت بستارا كاديمي وتعرضت للتهديد والسرطان أنهى حياتها ريم غزالي فننا جزائرية اشتهرت بعد مشاركتها في برنامج استارا كاديمي وهي من عائلة فنية ولدت ريم غزالي في 29 جوان عام 1982 وهي ابن سليمان ومريام غزالي ولديها شقيق يدعى أحمد يعمل في مجال الطيران وشقيقتها سلمة المشتركة السابقة في برنامج استارا كاديمي في موسمه الثاني نشأت ضمن أجواء موسيقية فوالدتها مريام تعزف على البيانو وتمتلك صوتا جميلا أما والدها سليمان فيعمل مديرا في القطاع السحي في عام 2005 شارك ترين غزالي في برنامج استارا كاديمي ثلاثة وكان حلم قد تحقق لها اشتهرت نظرا إلى أنها فتاة مرحة جدا ومحبوبة من قبل جميع الطلاب والجمهور كشفت ريم غزالي على أنها تعرضت للتهديدات بهدف إفشال موسيس البوغرون الذي يعرض على شاشات تلفزيونية الجزائرية وعلى قناة NBC خلال شهر رمضان عام 2018 راكت مرنتي مليح اليوم وبدأت تفهمي التقنيات نتا عتيك طاكتا وعلاش غلبتهم كامل في نوفمبر 2019 خذعت ريم غزالي لعملية استئسال ورن في الدماغ في إحدى مستشفيات في فرنسا وبعد انتهاء من عملية جراحية طمأنت محبيها عبر صورة لها مع شقيقها في الحديقة وكتبت عليها صورة تذكارية التقطتها أمي الغالية وهي أول إطلالة لي على عالم الخارجي وتابعت ريم غزالي في تعليق لها لا أحد كان يصدق أنني سأقف مجددا رغم علمهم بأنني محاربة وشخص لا يستسلم بسهولة شهران في الظلام كان أمرا صعبا جدا لكن العودة ستكون أقوى إن شاء الله والحمد لله في فيفري عام 2020 انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة ريم غزالي فنفت الموضوع بسرعة على صفحتها وأعادت نشر الخبر مع كتابة عبارة حسدونا في المرض وقتلونا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم إنها النفوس المريضة تروج للشائعات من أجل حصول على عدد كبير من علامات الإعجاب من دون مراعاة لقلق العائلة والأحباب لكن في 17 مارس عام 2021 كانت الصدمة برحيل ريم غزالي عن عالمنا بعد سراع مع مرض السرطان إن لله وإن إليه رجعون دقائق قليلة فارقتنا غزالي في الجزائر الله يرحمك برحمته يا حبيبتي يا ريم ما فارقتني الإبتسامة لأنه بعرف أنه الله أكرم وأرحم واختار لك الأحسن ندعو لها بالرحمة ودعو لها بالأشياء الطيبة والحلوة فطالما هاك تعيتوا لها كتير فأنا متأكدة أنه ربنا رح يعطيها هاك شيء كتير حلوة طيبة أنا عندي هاك قلبي مهنينة إذنه وشيز هاك طيبة كويسة أصطي سبر مابو بابو بابو يعطيهم القوة الحمد لله يا رب الحمد لله على رحمتك يا رب الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أنه لا إلهة لله أشهد أنه محمد رسول الله الله يرحمك برحمته يا ريم يا غزانة I will miss you my koka